وقال كلمة يهوى لموشا كلم أبناء إسرائيل أن يحضروا لي تقدمة من كل إنسان يحثه قلبه وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم ذهب وفدة ونحاس ونسيج أزرق وأرجوان وكرمز وكتان وشعر معز وجلود كباش مصبوغة بالحمرتي وجلود تخشي وخشب صنط وزيت للمنارة وأطياب لهن المسحة وللبقول العطر وحجارة عقيق أسود وحجارة ترصيع للأفود والصدرة فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم تصنعونه وفقا لمثال المسكن والآنية التي أريك فيصنعون تابوتا من خشب الصنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج وتصنع عليه إطارا من ذهب حوله وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتضعها على قوائمه الأربع حلقتان على كل جانب وتصنع قضيبين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب وتدخل القضيبين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما يبقى القضيبان في حلقات التابوت لا ينزعان منها وتضع لوحي الشهادة التي أعطيك في التابوت وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وتصنع كاروبين من ذهب مطروك على طرفي الغطاء فاصنع كاروبا فوق كل طرف من طرفي الغطاء حيث يبسط الكاروبان أجنحتهما إلى أعلى مظللين بأجنحتهما فوق الغطاء يواجه كل واحد الآخر ووجههما نحو الغطاء وتضع الغطاء فوق التابوت وتضع الشهادة التي أعطيك في التابوت وأنا سأجتمع بك هناك وأتكلم معك من فوق الغطاء بين الكاروبين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيق به إلى أبناء إسرائيل وتصنع مائدة من خشب الصنطي طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف وتغشيها بذهب نقي وتصنع لها إطارا من ذهب حولها وتصنع لها حافة عرض شبر حولها وتصنع لحافتها إطارا من ذهب حولها وتصنع لها أربع حلقات من ذهب فوق زوايا قوائمها الأربع ستكون الحلقات عند الحافة بيوتا لقضيبين لحمل المائدة وتصنع القضيبين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب وتحمل بهم المائدة وتصنع صحافها وسحونها وكاساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقي وتضع خبز الوجوه في وجهه على المائدة دائما وتصنع عمود منارة مع قاعدتها وساقها من ذهب نقي مطروك وتكون كاساتها وأقصانها وأزهارها منها وتفرع من جانبي عمود المنارة ستة أغصان ثلاثة أغصان في كل جانب في كل غصن من الستة أغصان الخارجة من عمود المنارة ثلاث كاسات لوزية ببرعم وزهر وعلى عمود المنارة أربع كاسات لوزية ببرائمها وأزهارها وتضع تحت كل غصنين من الستة أغصان الخارجة من عمود المنارة برعم تكون برائمها وأغصانها منها مطروقة من ذهب النقي وتصنع مناراتها السبع ثم تصعد معليها مناراتها لتضيء أمامها وملاقتها ومنافضها من ذهب النقي من وزنة ذهب النقي يصنع عمود المنارة مع كل هذه الأواني وانظر لتصنعها على مثال ما أريتك على الجبل وأما المسكن فتصنعه من عشر ستائر كتان مجدول ونسيج أزرق وأرجوان وكرمز منسوج عليها تصميما فنيا لكاروبيم طول كل ستارة ثمان وعشرين ذراعا وعرضها أربع أذرع وتوصل كل خمس من الستائر بعضها ببعض وتصنع عرى من نسيج أزرق على حفة كل ستارة في طرف الستائر الموصولة أولا وكذلك تفعل بحفة كل ستارة في طرف الستائر الموصولة ثانيا خمسين عروة في مجموعة الستائر الأولى وخمسين عروة في مجموعة الستائر الثانية فتقابل العرى بعضها بعضا وتصنع خمسين مشبكا من ذهب لتصل المجموعتين معا من أجل المسكن الواحد وتصنع إحدى عشرة ستارة من شعر معز كخيمة فوق المسكن طول كل ستارة منها ثلاثون زراعا وعرضها أربع أذرع وتصل خمسا من الستائر معا وستا من الستائر معا وتثني الستارة السادسة أمام وجه الخيمة وتصنع خمسين عروة على حفة كل ستارة في طرف الستائر الموصولة أولا وخمسين عروة على حفة الستائر الموصولة ثانيا وتصنع خمسين مشبكا من نحاس وتدخلها في العرى وتصل الخيمة فتصير واحدة وأما نصف الستطارة الزائد من ستائر الخيمة فيدل على مؤخر المسكن والذراع الزائدة من هنا ومن هناك في طول ستائر الخيمة تدليان على جانبي المسكن من هنا وهناك لتغطيه وتصنع غطاء للخيمة من جلود كباش مسبوغة بالحمرة وفوقها غطاء من جلود خشن وتصنع لجدران المسكن ألواحا قائمة من خشب الصند طول اللوح عشر أزرع وعرضه ذراع ونصف ولللوح الواحد يدان لوصلهما معا هكذا تفعل لكل ألواح المسكن فتصنع عشرين لوحا للمسكن نحو النقب لجهة الجنوب وتصنع أربعين قاعدة من فضة تحت العشرين لوحا قاعدتين تحت كل لوح وعشرين لوحا للجانب الشمالي للمسكن لها أربعين قاعدة من فضة قاعدتين تحت كل لوح وتصنع ستة الألواح نحو الغرب لمؤخر المسكن ولوحين لزاويتي المسكن في المؤخر حيث يتصل اللوحان من أسفل والرأس بحلقة واحدة بالمثل للزاويتين فتكون ثمانية ألواح ولها ستة وعشر قاعدة من فضة تحت كل لوح قاعدتان وتصنع عوارض من خشب الصند خمسا لألواح جانب المسكن الأول وخمسا لجانب المسكن الثاني وخمسة عوارض لألواح الجانب الغربي في مؤخر المسكن والعارضة الوسطى تمر وسط الألواح من طرف إلى طرف وتغشى الألواح عوارضها بذهب وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض وتقيم المسكن كرسمه الذي أريدك على الجبل وتصنع حجابا من نسيج أزرق وأرجوان وكرمز وكتان مجدول منسوجا عليه تصميما فنيا لكاروبيم وتعلقه على أربعة أعمدة من صنط مغشة بذهب خطاطيفها من ذهب فوق أربع قواعد من فضة فتعلق الحجاب تحت المشابك وتدخل تابوت الشهادة وراء الحجاب فيفصل الحجاب بين القدس وقدس الأقداس وتضع الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس وتنصب المائدة خارج الحجاب إلى الجانب الشمالي للمسكن أمام عمود المنارة التي نحو الجانب الجنوبي وتنسج غشاء لمدخل الخيمة من نسيج أزرق وأرجوان وكرمز وكتان مجدول وتصنع للغشاء خمسة أعمدة من صنط وتغشيها بذهب خطاطيفها من ذهب وتسبق لها خمسة قواعد من نحاس وتصنع مسبحا مربعا من خشب الصنط طوله خمس أزرع وعرضه خمس أزرع وارتفاعه ثلاث أزرع وتنحت قرونه منه على ذواياه الأربعة وتغشيه بنحاس وتصنع بنحاس قدوره لرفع رماده ومجارفه وأحواضه وملاقطه ومجامره وتصنع له درعا كشبكة من نحاس وتصنع للشبكة أربع حلقات من نحاس في أطرافها الأربعة وتضع الشبكة إلى نصف المسبح تحت حفته من أسفل وتصنع للمسبح قضيبين من خشب الصنط وتغشيهما بنحاس وتدخل قضيباه في الحلقات على جانبي المسبح ليحمل بهما تصنع المسبح مجوفا من ألواح كما أريتك على الجبل وتحيط ساحة المسكن نحو النقب لجهة الجنوب بستائر من جتان مجدول طولها مأة زراع وأعمدتها عشرون ولها عشرون قاعدة من نحاس وخطاطيف الأعمدة وشرائحها من فضة وكذلك إلى جهة الشمال بستائر طولها مأة زراع وأعمدتها عشرون ولها عشرون قاعدة من نحاس وخطاطيف الأعمدة وشرائحها من فضة أما عرض الساحة من الغرب بستائر خمسين زراعا أعمدتها عشرة ولها عشر قواعد وعرض الساحة في المقدمة من الشرق خمسون زراعا خمس عشرة زراعا من الستائر للجانب الأول للباب وأعمدتها ثلاثة ولها ثلاث قواعد وللجانب الثاني للباب خمس عشرة زراعا من الستائر وأعمدتها ثلاثة ولها ثلاث قواعد وتنسج لباب الساحة غشاء طوله عشرون ذراع من نسيج أزرق وأرجوان وكرمز وكتان مجدول له أربعة أعمدة قواعدها أربعة كل أعمدة الساحة حولها شرائح من فضة وخطاطيفها من فضة وقواعدها من نحاس طول الساحة مائة زراع وعرضها خمسون والتفاع ستائرها خمس أزرع من كتان مجدول وقواعدها من نحاس وكل أواني خدمة المسكن وكل أوتاده وكل أوتاد الساحة من نحاس وتأمر أبناء إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون معصور نقي لإصعاد نور المنارة دائما يقوم بهذا هارون وأبنائه من المساء إلى الصباح أمام يهوى في خيمة الاجتماع خارج الحجاب الذي أمام لوحي الشهادة فريضة دهرية في أجيالهم من أبناء إسرائيل وقرب إليك هارون أخاك وأبنائه نداب أبيه والعاذر والإثمار معه من بين أبناء إسرائيل ليكهن لي واصنع لهارون أخيك ثيابا مقدسة للمجد والبهاء وتكلم كل حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي فيصنعون لهارون أخيك ولأبنائه ثيابا مقدسة ليكهن لي وهذه هي الثياب أفود وجبة وقميص منسوج وعمامة وحزام ويستعملون الذهب والنسيج الأزرق والأرجوان والكرمز والكتان فينسجون الأفود من ذهب ونسيج أزرق وأرجوان وكرمز وكتان مجدول بتصميم فني يكون له كتفان متصلان في طرفيه ليتصد والزنار الذي يشد الأفود يكون مثله من ذهب ونسيج أزرق وكرمز وكتان مجدول وتأخذ حجري عقيق أسود وتنقش عليهم أسماء أبناء إسرائيل ستة من أسمائهم على الحجر الواحد وأسماء الستة الباقين على الحجر الثاني حسب مواليدهم تنقش أسماء أبناء إسرائيل على الحجرين تماما مثل حفر النقاش الماهري على الخاتم وطوقهما بإطارين من ذهب وتضع الحجرين على كتفي الأفود فيحمل هارون أسماء أبناء إسرائيل أمام يهوى على كتفيه تسكار وتصنع إطارين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي مجدولتين كضفائري وثبتهما في الإطارين وتنسج صدرة القضاء بتصميم فني كالأفود من ذهب ونسيج أزرق وأرجوان وكرمز وكتان مجدول تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر وترصعها بأربعة صفوف حجارة الصف الأول ياقوت وزبرجد أصفر وزمرد والصف الثاني فيروز وياقوت أزرق وألماس والصف الثالث زفير وعقيق وجمشت والصف الرابع زبرجد أخضر وعقيق أسود ويشبن مرصعة في ذهب وتكون على الحجارة أسماء أبناء إسرائيل الاثنى عشر ينقش اسم كل واحد من الاثنى عشر سبطا كنقش الخاتم وتصنع للصدرة سلاسل مجدولة كضفائري من ذهب نقي وتصنع لها حلقتين من ذهب في طرفيها وتدخل ضفيرتي الزهب في الحلقتين في طرفي الصدرة وتضع طرفي الضفيرتين الآخرين في الإطارين وتضعهما على كتفي الأفود من الأمام وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما في طرفي الصدرة على حافتها جهة الأفود من داخل وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما على كتفي الأفود أسفله من الأمام عند وصلته من فوق زنار الأفود ويربطون الصدرة بحلقتينها إلى حلقتين الأفود بخيط أزرق لتكون فوق زنار الأفود فلا تنفصل الصدرة عن الأفود فيحمل هارون أسماء أبناء إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى القدس تذكارا دائما أمام يهوى وتضع الأوريم والتميم في صدرة القضاء ليكون على قلب هارون عند دخوله أمام يهوى فيحمل هارون قضاء أبناء إسرائيل على قلبه أمام يهوى دائما وتصنع جبة الأفود كلها من نسيج أزرق لها فتحة للرأس من وسطها ولفتحتها أطراف منسوجة حولها كفتحة الدرع فلا تتمزق وتتدلى من أهدابها حولها رمانات من نسيج أزرق وأرجوان وكرمز وتعلق بينها أجراس من ذهب جرس ذهب يليه رمانة بالتبادل حول أهداب الجبة فيرتديها هارون الخدمة ليسمع صوتها عند دخوله وخروجه من القدس أمام يهوى لألا يموت واصنع صحيفة من ذهب النقي وانقش عليها قدس ليهوى نقش خاتم وثبتها بخيط أزرق في مقدمة إمامة هارون فتكون على جبهة هارون فيحمل هارون إثم الأقداس التي يكرسها لأبناء إسرائيل من هداياهم المقدسة فتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام يهوى وتنسج القميسة والعمامة والحزامة من كتان وتصنع لأبناء هارون أقمصة وأحزمة وقلانسة للمجد والبهاء وتلبسها لهارون أخيك وأبنائه وتمسحهم وتملأ أيديهم وتقدسهم ليجهنوا لي وتصنع لهم سراويلكتان من الحقوين إلى الفخذين لسطر العورة فيرتديها هارون وأبنائه عند دخولهم لخيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المسبح للخدمة في القدس لألا يحملوا إثما ويموتوا فريضة أبدية له ولنسله من بعدي وهذا ما تصنعه لهم لتقديسهم ليكهنوا لي خذ ثورا من البقر وكبشين صحيحين وتصنع من دقيق القمح خبز فطير وكعك فطير معجونا بزيت وركاق فطير مدهونا بزيت وتضعهما في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين وتقدم هارون وأبنائه إلى باب خيمة الاجتماع وتخسلهم بمياه وتأخذ الثيابة وتلبس هارون القميص وجبة الآفود والآفود والصدرة وتشده بزنار الآفود وتضع الإمامة على رأسه والتاج المقدس على الإمامة وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه وتقدم أبنائه وتلبسهم كمصانا وتشد هارون وأبنائه بالأحزمة وتلبسهم قلانسة فيكون الكهنوت فريضة أبدية لهم فتملأ يد هارون وأبنائه وتقدم الثورة أمام خيمة الاجتماع فيضع هارون وأبنائه أيديهم على رأس الثور ثم تسبح الثورة أمام يهوى عند باب خيمة الاجتماع وتأخذ من دم الثور وتضعه على قرون المسبح بإزبعك وباقي الدم تصبه عند أسفل المسبح وتأخذ كل الشحم الذي يغطي الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما وتحرقها فوق المسبح وأما لحم الثور وجلده وروثه وتحرقها بنار خارج المخيم هو زبيحة خطية وتأخذ الكبش الأول فيضع هارون وأبنائه أيديهم على رأسه ثم تسبح الكبش وتأخذ دمه وترشه على المسبح من كل ناحية وتقطع الكبش قطعا وتغسل جوفه وأكارعه وتضيفها على قطعه ورأسه وتوقض كل الكبش على المسبح هو محرقة ليهوى رائحة سرور تقدمة نارية ليهوى وتأخذ الكبش الثاني فيضع هارون وأبنائه أيديهم على رأسه ثم تسبح الكبش وتأخذ من دمه وتضع على شحمة أذن هارون وعلى شحم الأذن اليمنى لكل من أبنائه وعلى إبهام يدهم اليمنى وعلى إبهام قدمهم اليمنى وترش الدم على المسبح من كل ناحية وتأخذ من الدم الذي على المسبح ومن دهن المسحة وتقطر على هارون وثيابه وعلى أبنائه وثيابهم فيتقدس هو وثيابه وأبنائه وثيابهم ثم تأخذ من الكبش الشحم والإلية والشحم الذي يغطي الجوف وزيادة الكبد والكريتين والشحم الذي عليهما والصاقة اليمنى فإنه كبش التعيينات ورغيفا واحدا من الخبز وكعكة واحدة معبونة بالزيت ورقاقة واحدة من سلة الفطير التي أمام يهوى وتضع الكل في يد هارون وأبنائه وتلوحها تلويحا أمام يهوى ثم تأخذها من أيديهم وتوقتها على المسبح فوق المحرقة رائحة سرور أمام يهوى تقدمة نارية ليهوى ثم تأخذ صدر كبش التعيينات الذي لهارون وتلوحه تلويحا أمام يهوى فيكون نصيبك وتقدس صدر التلويح وساقة تقدمة المرتفعة الذي تم تلويحه ورفعه من كبش التعيينات الذي لهارون ولأبنائه فيكونان لهارون وأبنائه فريضة أبدية من أبناء إسرائيل لأنهما تقدمة مرتفعة من زباح سلامة أبناء إسرائيل تقدمة مرتفعة ليهوى وثياب هارون المقدسة تكون لأبنائه بعده يمسحوا فيها ولا تملأ فيها أيديهم سبعة أيام يلبسها الكاهن الذي يخلفه من أبنائه عندما يدخل خيمة الاجتماع ليخدم في القدس وأما كبش التعيينات فتأخذه وتطبق لحمه في مكان مقدس فيأكل هارون وأبنائه لحم الكبش والخبز الذي في السلة عند باب خيمة الاجتماع يأكلها الذين كفر بها عنهم لملء أيديهم وتقديسهم فلا يأكلها غيرهم لأنها مقدسة وما بقى إلى الصباح من لحم التعيينات أو الخبز يحرق بالنار لا يؤكل لأنه مقدس وتصنع لهارون وأبنائه بحسب كل ما أمرتك به سبعة أيام تملى أيديهم وتقدم ثورة خطية كل يوم للكفارة فتطهر المسبح بتكفيرك عليه وتمسحه لتقديسه سبعة أيام تكفر المسبح وتقدسه فيكون المسبح قدس أقداس كل من مس المسبح يتقدس وهذا ما تقدمه على المسبح حملان حوليان كل يوم دائما الحمل الأول تقدمه صباحا والحمل الثاني تقدمه في العشية ومعه عشر من دقيق معجون بربع الهين من زيت النقي وسكيب ربع الهين من الخمر للحمل الواحد والحمل الثاني تقدمه وسكيبه في العشية مثل تقدمة الصباح رائحة سرور تقدمة نارية ليهوى محرقة دائمة في أجيالكم عند باب الخيمة الاجتماع أمام يهوى حيث أجتمع بكم ولأكلمك هناك وأجتمع هناك بأبناء إسرائيل فيتقدس المكان بمجدي فأقدس خيمة الاجتماع والمسبح وأقدس هارون وأبنائه ليكهنوا لي وأسكن في وسط أبناء إسرائيل وأكون لهم إلها فيعلمون أني أنا يهوى إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر لأسكن في وسطهم أنا يهوى إلههم وتصنع مسبحا من خشب الصنطي لإيقاد البخور يكون مربعا طوله ذراع وعرضه ذراع وارتفاعه ذراعان وتسبق قرونه منه وتغشي سطحه وجوانبه وقرونه بذهب نقي وتطوقه بإطار من ذهب وتثبت على كل من جانبيه تحت الإطار حلقتين مصنوعتين من الذهب كبيتين لقضيبين لحمله بهما وتصنع القضيبين من خشب الصنط وتغشيهما بذهب وتضعه أمام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة أمام الغطاء الذي فوق لوحي الشهادة حيث أكتمع بكا فيحرق هارون عليه بكورا عطرا كل صباح حين يتفقد المنارات يحرق هارون بكورا دائما أمام يهوى في أجيالكم حيث يصعد المنارات في العشية لا تصعد عليه بكورا غريبا ولا محرقة ولا تقدمة ولا تسكب عليه سكيبا ويكفر هارون على قرونه بدم زبيحة الخطية كفارة للتكفير مرة في السنة في أجيالكم هو قدس أقداس ليهوى وقال كلمة يهوى لموشا عندما تقوم بإحصاء أبناء إسرائيل يعطون بحسب عددهم كل واحد فدية نفسه ليهوى لألا ينتشروا وباء فيهم عند إحصائهم يعطي كل محصن نصف شاقل تقدمة ليهوى بحسب شاقل القدس وهو عشرون جيرة كل من يحصى من ابن عشرين سنة فصاعدا يعطي تقدمة ليهوى الغني لا يكثر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل حين تعطون تقدمة يهوى للتكفير عن نفوسكم فتأخذوا فدة الكفارة من أبناء إسرائيل لخدمة خيمة الاجتماع فتكونوا لأبناء إسرائيل تذكارا أمام يهوى للتكفير عن نفوسكم وقال كلمة يهوى لموشا وتصنع حوضا للاغتسال من نحاس وقاعدته من نحاس وتضعه بين خيمة الاجتماع والمسبح وتضع فيه مياها فيغسل هارون وأبناءه أيديهم وأقدامهم فيه يغسلون بمياه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المسبح للخدمة ليحرقوا تقدمة نارية ليهوى لألا يموتوا يغسلون أيديهم وأقدامهم لألا يموتوا فتكون لهم فريضة أبدية له ولنسله في أجيالهم وقال كلمة يهوى لموشا فلتأخذ لك أفخر العطور خمسمائة شاقل مرا نقيا ونصفها مائتين وخمسين من كرفة عطرة ومائتين وخمسين من عود الطيب وخمسمائة كاسية بشاقل القطس وهينا من زيت الزيتون واصنع دهنا مقدسا عطرا معطرا للمسحة كصنعة العطار فتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها وعمود المنارة وآنيته ومسبح البخور ومسبح المحرقة وكل آنيته والحوض وقاعدته فتقدسهم ليكونوا قدس أقداس كل من يمسهم يتقدس وتمسح هارون وأبنائه وتقدسهم ليكهنوا ليه وتكلم أبناء إسرائيل قائلا هذا دهن مقدس لي للمسحة في أجيالكم لا يسكب على جسد إنسان لا تصنع مثل مقاديره مقدس هو ويتقدس لكم كل من يخلط مثله أو يضع منه على غيركم يقطع من شعبه وقال يهوى لموشى خذ لك عطورا أجزاء متساوية من ميعة وأزفار وقنة عطرة ولبان نقي واصنع بخورا مملحا نقيا مقدسا عطرا كصنعة العطار وتصحقه ناعما وتضع منه أمام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك قدس أقداس لكم ومقادير البخور الذي تصنعه لا تصنعوه لكم يكون عندك مقدسا ليهوى كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه وقال كلمة يهوى لموشى انظر قد دعوت بصلاقيل ابن أوري ابن حورد من سبط يهوزة باسمه وملأته من روح إلوهيم بالحكمة والفهم والمعرفة وكل حرفة ليصمم أعمالا فنية بالذهب والفضة والنحاس وللحتي الجواهر للترصيع ونجارة الخشب فيعمل في كل حرفة وعينت معه أهولي ياب ابن أخي سامات من صبط دان ووضعت حكمة في قلبي كل حكيم القلب ليصنعه كل ما أمرتك به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والغطاء الذي عليه وكل آنية الخيمة والمائدة وآنيتها وعمود المنارة الطاهرة وكل آنيته ومسبح البخور ومسبح المحرقة وكل آنيته وحوض الاغتسال وقاعدته والثياب المنسوجة والثياب المقدسة لهارول الكاهن وثياب أبنائه للكهانة ودهن المسحة والبكور العطر للقدس يصنعونها حسب كل ما أمرتك به وقال يهوى لموشى كلم أبناء إسرائيل قائلا ثبوتي تحفظونها لأنها علامة بيني وبينكم في أجيالكم لتعلموا إني أنا يهوى الذي يقدسكم فتحفظون السبت مقدسا لكم من تنسه موتا يموت كل من يعمل فيه عملا تقطع تلك النفس من بين شعبها ستة أيام تعملوا وفي اليوم السابع سبت راحة مقدس ليهوى كل من يعمل في يوم السبت موتا يموت فيحفظ أبناء إسرائيل السبت ليجعلوا السبت في أجيالهم عهدا أبديا بيني وبين أبناء إسرائيل علامة إلى الأبد لأن يهوى صنع السماوات والأرض في ستة أيام وفي اليوم السابع استراحة وتنفس وعند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء أعطى يهوى لموشا لو حي الشهادة لو حي حجر مكتوبين بإصبع إلوهيم ولما رأى الشعب أن موشا أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقال له كم اصنع لنا إلوهيم تسير أمامنا لأننا لا نعلم ما أصاب هذا الرجل موشا الذي أصعدنا من أرض مصر فقال لهم هارون انزعوا أقراط الزهب التي في آزان نسائكم وأبنائكم وبناتكم واحضروها لي فنزع كل الشعب أقراط الزهب التي في آزانهم وأتوا بها إلى هارون فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصبه عجلا مسبوكا فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر فلما رآه هارون بنى مسبحا أمامه ثم ناد هارون غدا احتفال ليهوى فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا زبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للهو فكلم يهوى موشى اذهب وانزل لقد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر انحرفوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به صاغوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له هاتفين هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر وقال يهوى لموشى رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب قاسر رقبة فالآن دعني ليحمى غضب عليهم وأفنيهم وأجعلك شعبا عظيما فتدرع موشى أمام يهوى إله قائلا لماذا يا يهوى يحمى غضبك على شعبك الذي أخرقته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد قديرة أفلا يقول المصريون بشر أخرجهم ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض ارجع عن حم غضبك وتراجع عن الشر بشعبك أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين أقسمت لهم بذاتك وكلمتهم سأقسر نسلكم كنجوم السماوات وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي أخبرتكم عنها فيرثونها إلى الأبد فتراجع يهوى عن الشر الذي تكلم عن يفعله بشعبه ثم استدار موشا ونزل من الجبل وفي يده لوحا الشهادة لوحاني كتب على كلا جانبيهما واللوحاني صنعهما إلوهيم ونقش كتابته عليهما وسمع يشوع ضجيج وهتاف الشعب فقال لموشا ضجيج قتال في المخيم فأجابه موشا هذا ليس ضجيج سياح النصر ولا ضجيج سياح الهزيمة بل أسمع ضجيج غناء وعندما اقترب موشا من المخيم رأى العجلة والرقصة فحمى غضب موشا وألقى اللوحين من يديه فكسرهما عند أسفل الجبل ثم أخذ العجلة الذي صنعوه وأحرقه بالنار ثم طحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه المياه وسقى أبناء إسرائيل وقال موشا لهارون ماذا فعل لك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة فقال هارون لا يحمى غضب سيدي أنت تعرف شر الشعب قالوا لي اصنع لنا إلوهيم تسير أمامنا لأننا لا نعلم ما أصاب هذا الرجل موشا الذي أصعدنا من أرض مصر فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني ثم ألقيته في النار فخرج هذا العجل ولما رأى موشا انحلال الشعب حيث حله هارون بالسخرية وسط مقاوميه وقف موشا عند باب المخيم وقال من ينتمي ليهوى فليأتي إليه فاجتمع إليه كل أبناء لاوي فقال لهم هكذا قال يهوى إله إسرائيل ليضع كل واحد سيفه على فخفه اعبره ثم ارجعه من باب لباب في المخيم وليقتل كل رجل أخاه أو صاحبه أو قريبه ففعل أبناء لاوي ككلمة موشا فوقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل وقال موشا لتملأوا أيديكم اليوم اليهوى كل رجل بابنه وبأخيه فيمنحكم اليوم بركة وفي الغدي قال موشا للشعب أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة فالآن سأصعد إلى يهوى لعلي أكفر خطيتكم فعاد موشا إلى يهوى وقال آه قد أخطى هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلعة من ذهب والآن لتحمل خطيتهم وإلا فأرجوك محني من كتابك الذي كتبته فقال يهوى لموشا من أخطى إلي أمحوه من كتابي والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك هو زملاكي يسير أمامك ولكن في يوم أفتقدهم افتقادا على خطيتهم فضرب يهوى الشعب على صناعة العجل الذي صاغه قارون